السلام عليكم نظرا للتحديدات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافتها لزر الجرس ندعوكم جميعا أحبابكم بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره والسلام عليكم نتكلم عن الوصفات للناس التي تصابها بحساسية وخاصة الحساسية تربيع أو الموسمية كثير من الناس يأخذ وصفات إما قبلية بالموازات مع العلاجات ديالهم الطبية كي لله لما كيكونش عارف راسو فعلا رهم مصاب مثلا بحساسيات البولين أو غيره أو للحساسيين اللي كتكون في هذا الموسم هذا حبوب اللقاح أو لججرة زيتون أو لكلها من الأنواع هذه الورود اللي كتلاقح في هذا الوقت هذا اللي وغنشوفو معاك بيدا قبل ما نمشو الوصفات واش كان بيدا شي نجاحات كانوا هذا الأسبوع أو للا وأتباك لكت نجاحات كبيرة منها أن سيدة كانت منتبعة وتبقى الله رأي حاملة الآن وكانت منتبعة هذه مدة لذا تنبه واخد تكون سنة 50 سنة سيدة تبقى الله تبعت ونجاحات في الشهر الأول بعد ما حسب الأمر صعب ومعقد كان عندها صعوبة في الحمل عندها 50 سنة وتبقى الله حملت رغم أنه كثير من الناس يقولوا فوق 35 سنة الصعوبة تتكتر رحل تنقول له ماذا أنه جسم الإنسان تنقيه وتنعطيه التغذية الصحية فلابد بإذن الله تعالى يكون الخير وذا تبقى الله عدنا كثير من 700 عائلة لي فرحوا وهو تبقى الله كثير من حالة العائلية عدنا كثير من 900 ولد الآن فالكمير فيه عنده 41 سنة ما شاء الله وهذه كلها خيرات تتبين على أنه الممكن وممكن الحمل كذلك من الحالات اللي نجحنا هو كثير من الحالات العامة اللي تبقى الله الناس نجحوا والحالات صارت تنتعت عند الأطفال الصغر ستين ونص سنتين ونص اللي كان عنده صارت تندم الحمد لله نجح نجح متميز وهذه كلها نجحات كبيرة ولي بغيت نبه له كثير وأنه مستحيل ما كانش والجميل هذا الأسبوع هو الطبيب جاء من فرنسا وتبقى عمو عنده 80 سنة عن طريق البصل والعسل وخرج من الفشل كلاويت باك الله إذن قال لي يا كيف هاد الوصفات تتنجح وحنا في أوروبا غادي نشرها نشر طبيب هذا إذن أطباء كتير تنتبهوا وتجي بعائلتهم وقلنا هاد الخير تنبسطوا لتتنجدوا لباس دوني كاملين باش كل واحد بغى معلومات أساسية في هذا الاتجان شاء الله نحنا مستعدين ندعمهم ونقف معهم ونعطيهم نجاحات لها دليل النجاح لأن الواقع لا يرتفع نعم وثمان بينوا واحدة واحدة من الجمالية خاص الموزز بين ما هو طبي وبين ما هو طبي بالطبع 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 بحما تنبه كتير الناس بلو تمشون لمعدنوس وستصور دعبات يخرجوا من فقر الدم وخاهم في الفش وخاهم في صفية ديال الكلوي إذن في أطول نورا دياليز تيخذوا المعدنوس وبان على أن البوتاسيوم مقاد 4.4 جوج 4.4 هذا هو الجميل إذن فكتير من الوصفات اللي الناس يتكلموا بها كلام ماشي واقع ويا وصفات طبيعية وسائلة وجودة في الحمد لله ربما خص غير فقط طريقة الاستعمال وخص نضيبات في عدد المرات اللي يستعملوا فيها الوصفات باش كده كتكون نتيجة مرضية بحال واحد خدام في واحد فارما سيد باك لله ليت يحكي سيدة عنده فشل كلاوي وخص تخلى دياليز مين بدأت تتخذ لمعدنوس في ثلاثة الأسبوع الأولى الدم بدأت يتصف واحد بدأت الفقر الدم تتخرج من النجوج بدأت الكلوي دياله وتين تعش وثلاثة ما من هذا الكلام يعني اللي تيقول لمعدنوس أنه ما تخذوش الناس لديهم فشل كلاوي خطأ فادع جدا أطباء دباتي استعملوا البصل والعسل الناس عندهم فشل كلاوي والسيد در المول عنده 80 سنة باكل الله بان النجا المعدنوس كذلك هالناس موازة يعني أين الخطأ ما بقش نتكلمو كلام لماشي ما عندوش واقع نتكلمو كلام على أساس أبحاث علمية وأساس أساس علمية هذا يؤثر عليهم المادة وخطأ بيعية لكن ربما أكين بعض الناس أستاذ اللي كي يصنعوا أن هذا المادة كتصلح لهذا المرض كي يأخذوا منها كتر من القياس فهنا ربما يوقع المشكل لك لماذا كنتكلمو عن احترام الكميات واحترام العدد المرات اللي سنستعملوا فيها المادة الطبيعية كيف ما تكون كذلك تكون نتائج مردية نعم صحيح إذا لاحظنا أن الناس تحترموا المقادير وتغسلوا مع الدنوس مزيان وتستعملوا البصر بطريقة صحيحة وتاخدوا احتل الوثيرة المطلوبة وهكذا القناع أن الناس يتبعوا خاص اجتهاد الاستمرارية ومراعة الوصفة وأخذها من الشخص الصحيح مرحبا أشي يقول لك الناس البصلة جعلنا أفضلها وكانت يتنقل إلى الماكين ويأخذها فالقينا المعدنوس كذلك تقول لا نادي نأخذ معدنوس بلدي شوف الناس كيف يرتقي إلى الأفضل علش حيتعلمناهم المألوف الموجود بينتهم بين الديهم وهكا يبغينا الناس يكونوا ديما الفروقي سبح الخير خير بخير سكدار الحمد لله تبدو الحمد لله الحمد لله لقد تقدر تكثر الحمد لله نهارك نبراك نعام مبارك عواشر نبراك نفسك اللي خليك عدت نيسوا القول يالله أبغيت نشوني هدر علي يالله نعم وضحي سؤالك ما سمعنا يالله أبغيت لانه نسول لك في القول شنو احرقني دهري مهم ادول موسكي امشيت عن طريب اعطاني واحد طريب موت الدوودكسي اه كان سدني شي كريسي امودكسي بالقدم فترة بسيدة ومدرت لسالة درت فوتو قهاشي درتكسي كل شي قلي ما عندك وامي ممكن تقدر تكون شي حاجرا وهارطات هي اللي خلتك الناسيج من وراها نعم وده اللي اختي عوتي نشي امشيت عن طريب اختصر فين هارثمين اعطاني واحد سكالي امشي اوه دار قلي مبالي تشي حاجة قلي عندك وحدة من فوخة وحدة شوية وحدة مسيولو وحدة شوية انتفاخ باني واحد سكالين قلي بغيتنا عرفت انتفاخ انتفاخ منين وتفاختي بقى مدرجوش ادور مشكلة عندي سبعة وربعين عام ما شاء الله اذا توصلك الوصفة عندك لها اسئلة نعم مشكورة واضح سؤال ديرك فاطمة مبدار بيضة ما زال انت لقاموا كلاماتكم على ارقامنا 05 05-22-36-36 أو 36-035 كيف يمكن لكم كادير كتباتوا بالاسئلة تديركم على السمسة كيف تكتبو الشادة الاسرة متبوعة بسؤال ديركم ترسلوا على 55-66 ناخدوا مكلمة اخرى معنا حيات صباح النور حيات صباح الخير حيات صباح النار اهلا بيك مرحبا ماذا يخليك تفضل لك سؤال ديالك حيات صباح يخليك من شغول دكتور كيت نتخليه مصران كيت نتخليه مصران كيت نتخليك مصران وكيت تحبس فيك النفس اه اه هاتش بزاف قديم عندك قديم عندك وش عندك من عام 30 عام شكرا لك حيات على تواصل خليك معنا سنجاوبه اكيد على سؤال ديالك انتظر دائما مكالمات اخرى على الارقام ديالنا 0522 36 10 37 او 05 22 36 05 37 اذا رجعوا الموضوع ديالنا اليوم الحساسية الرابعية بعد اول شيكين وصفت قبليه ليقدر ياخدها الانسان خاصة اللي كيكون عارف راسو انه عنده الحساسية فصل الرابع اول وصفة هو العنوى الكبير الزنتي ان استامينيك وهد الزنتي استامينيك على اكبرهم واحسنهم وافضن هو عصير البصل تيحيد الحساسية بشكل خارق جربناه انه سيدة درت حجامة وان بعد حجامة واحد ساعة شدتالي بالبيتاسيون مزيان واحد العياء جريب جدا عطينا عصير البصل شمات وشم اربع ساعة خرجت من خرجت من ذاك الازمة لماذا؟ لان كل واحد جسمه كذلك اعطينا عصير البصل مع الماء والعسل شربته اعطني الكامية والطريقة كذلك الماء كانت الماء continuous كذلك مع العصير البصل لديها نفسح اي بصلة بالدولة الحساسية لا تحتاج المشكلة بذلك ونواصل يصبح فشم عصير البصل الشم بالنسبة للناس اللي عندهم الحساسية مختلفة سيتون غينيت غينيت تاليخ جيك انه لم يكوز انتستينا او داك الجلدة الدخلي تاع العنف تتكون فيها تشققات او تعفونات او ما شكل نحنش نديرو تنحل عالجوها اولا مش شم دع البصل ثانيا تنديرو عاصي البصل جمع القاد كبار معكاز الماء مغلي ومعقاد العصر الحرة تنغرغره وتنشربو عدة مرات في اليوم اذا في الاستعجال تناخدو شربة عاصر البصل ماء وشربو البصلة وإلا تناخدوها جوش ثلاثة مرات في اليوم لمدة ثلاثة اشهر باي باي هادا غينيت ما تتبقاش ممتاز دونك العنوان دينا اللون هو البصلة عاصر البصل اللي هو احسن انتيستامينيك الانتيستامينيك تارين الشيح تانتيستامينيك نعم بانا تقدير عدك الحساسية الزعتر تقدير هذه الحساسية القرفة تقدير هذه الحساسية تنديرو ربعة مالقة صغيرة مكاز الماء مغلي وعسل وتنشربوهم ثلاثة اربعة مرات في اليوم هادو كلهم تبينو على انه الحساسية تيمكننا نقديو عليها عن طريق هاد نعم المواد و الملاحدة الدكية تقدير معلومة اللي اعطيناها ربعة مالقة صغيرة مع شوية المام مغلي وعسل وتناخدوهم ثلاثة اربعة تسبعة مرات في اليوم متى تكون في غيموها الحساسية طالعة بزف وكلام دي الفاطمة صباح الخير صباح الخير مرحبا بيك تفضلي الله يخلي عندي واحد سؤال خار شوية على الموضوع ديال اليوم ولكن دايما تفضلي معلي حاسك انا يكن نحمله كيطاح لي بزاد وكن دائما طريط مع الدكتور كنتبع مع دائما وكيقول لي المشكي اللي عندي هو ان الوائدة بتخرج دائما مع قصة ولو كتلقح كتموت في الشهر الولين شهر التاني نعم دابا مؤخرا دابا ستة شهر جوج مرة تحلية نعم عندك لها السؤال شعندك من عام شعرف العمر ديالك فاتيمة سبعة وثلاثة نعم وشعن تم زوجة دابا دابا تناشل عام عندك شوليدات ولا اول عاد نعم عندك شوج وليدات عندك شوج وليدات نعم عندك شوج وليدات وكيطاح لي بزادة دابا تقريبين شستة المرات هما كيطاحوا لي جد اسئلة مهمين جد اسئلة مهمين قلبتي المابيد ديالك كيف هو واش كبير صغير واش متقلص واش فيدكيست قلبتي لا 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 اول خطأ ما تطعش فيه قلب نعم سؤال تانيا عطيني واحد تحليلة ديال AMH هو الخزان ديال المابيد هدو اساسيين غادي تديرهم واتصل بنا شاء الله الاصبع المقبل حتى نعطيك الوصفات ديالك نعم واضح ان شاء الله واضح سؤال الحمد لله شكرا لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله اه اه انا كان عايز اه اه انا علينا وعليك سيدي تفضل ليس انا انا كان عايز على قبل الوليدات ديالي كتجي عندك الكابيني مرحبا نعم هالا اه اه اهد الشهر هام ودابا هذا الشهر باش كملت ختموها فضرت تحليل الخرشرة for 3 ديعاfront ودب عندك 45 شخص 见ك للحمد لله بالدوى ديالك نعم نعم experts وجمكن لله السؤال ديالك Mandalis نعم صرح الحمد لله مبروك عليك كنتم نتائج افضل وليدة جيالك سنة ان شاء الله شكرا السنة نغتال من فرصة ان الناس لديهم فرشة الكلاوية بمنوع الصيام ممنوع الصيام مئة في المئة حتى بحالة ربما يحدد الصيام الصيام ممنوع في الفرشة الكلاوية فالله يرحم والديكم لا يريدون مغامرات انتم تتاكلوا رمضان ولكم الأجر حصل منه انتفقين اذا ممنوع الصيام والنتائج بناش اذا انه سميته مبروك عليها الحجاء والله يكون النمي الخير خاصغي الانسان ربما يشاور طبيب دياله وليقلو طبيب دياله هو اللي يعمل بيه مايرمش بنفس التهلوك يعني راديك راسحة والطبيع تتكلم بالجريبة وبالاختصاص هاتشي اللي كان نعطيكم الصحة نخدموا كلامة اخرى على صبر خمسة اثنين وعشرين ستاوتلاتين عشر ستاوتلاتين 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 حسنية من ايطاليا مرحبا نعم نعم دبا تيقولك لي مرض كوليسترون ما ياكلش الحم انا يا ضايخة استادة الله يجفك بالخير والسؤال الثالث عندي القلاسيك اللي تيقول استادة بانا فيها يعني مادة سالمة دبا المن يتنشرين سوبر ميركا كيفت عادي نديرها استادة نعم ربما احنا مجنشدش فاد الحلقة هادي على ما كان اعتقد ربما اختلت علي هالامرة مرحبا 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 سبدي نتكبولك الله يحمي والدين مرحبا عندي اختي واحد اول مشكلة لي انا عندي واحد الفم ديال الوالدة طيبية للزيف الفم ديال الوالدة طيبية للزيف فم ديال الوالدة طيبية للزيف وهو ما خليش اي طيب بشيت عنده ولكن ما بقيتش ليش العلاج مرجع رب انغالك بصابون كي حرق ودبتت واحد سحالين وخرجوا لي طايحين شوية ودابن سبع واحد دواء ولكن ما فاتنيش الحال بقي عندك مشكلة السؤال تاني جاي وعندي السؤال تاني اختي عندي واحد الوليد كي يطاح لي كان كي يطاح لي كان كي يطاح لي ودابا شوية موقعش كي يطاح ودابا شوية موقعش كي يطاح وعندو عانين اخي موقعشة مولو اخي يطاح من معلو موقعش ما قال لك الاخي سائي الاخي سائي اللي عرضتي عليه ويطاح ما قال لك موقعش كي يطاح كان كي يطاح عنده حالة السرع نعم وضح سؤال للأسد شكرا لك أم ربيعة بدأوا الإجابة فطمة من الدربي دليت تكلمات على أنه حرقها الظهر ديالها تكلمات أنها مني مشت عند الأخي صائي قال لها عندك الكلاوي قال لها ربما شي حجرة هي اللي بزلت وكان عندها نزيف أنا زادت الدم مرة وحدة تكلمات كذلك أنه حالياً كين انتفاخ على مستوى البلصة ديال الكيلي ملين معرفتش يا ملين جالي أنا ملين كتعمل كوندخل ما كيكون عندها تشي حاجة ثلاثة الوصفات مهمة نعم هتغلي كذل الماء هتدير في المعدنوس جوج معلقات كبار ومعلقات خلطفح طحنهم تخدم سبع المرات أساسياً وخد تخدم حتى خمسة الأسابيع ما عندناش مشكل سيداية تتخدم المعدنوس والماء والمعدنوس والماء ويتتخوي الكلاوي ديالها من القيح ومن التراب ومن لصخ وترجعوا لحالة طبيعية ديالهم ثانياً الوصفات التانية كذل الماء مغلي عصيد البصلات 3 معلقات كبار ومعلقات العصر الحرى إذا كان سيدر ماشي مجكل كان زكوم أو الضغموس ورسنا على أنه سبع مرات في النهار هات الشربة هذه مع نباتي 100% أنه الناس لاحو الحجر بين 3 أمان حتى 3 شهور حسب الجدية ثلاثة القناة قوية بدلتم شوي واحد ومع زيت زيتون حيلة تندهنوا على الظهر تيخفف الآلام تندهنوا على الظهر وهدو مهمين حقاً للاقي بغاية تقويهم بلا ساعة النحل ومساج تديروا لوليدها في الظهر العمود الفقاري بزيت حيلة هيكون مهم جداً هدو ثلاثة ناصح أساسية ممتاز هدو ثلاثة ناصح أخرى أكيد سؤال حيات كتقول أنا عندها المصران والمعدة يتنفخوا لها وكتحبس فيها النفس المصران التي تنفخ عندنا ثلاثة الأساسيات عقلهم مزيان تنغليو الماء يترو وتنديرو مع شوية المعدنوس وخلت تفاح وتنشربوه يترو اللول مع العشرة يترو مع الخمسة يترو مع تسعود الليل هذا بعد ذات يخوي المصران تدير الفيدانج ثانية ناخدو إما المرجان خمسين جرام نطحنو مع شوية ديال المعدنوس مع القاة كبيرة حقنا من اللور حقنا سيرجيا ثلاثة المرات في النهار فلاسومان تلقاو اللوصخ اللي تنزل من المخرج غريب يخرج تدود وثانيا قناع لأنه لغاز خفاف في الأمر ثلاثة لابد من لساعات النحل جهة السورة أعطى نتائج هائلة جدا هدو أساسيات سجلوهم وشتغلو بهم نعم علي نواليك بس شوية سلامة تساعد الله يبرك فيك مرحبا ده بخصين عندي إيش أسئلة عندي السؤال الأول نعم عندي سكيوس ديال الماضي وعندي البوايدات ما كيكبروش ما كيزادوش لكل البوايدات اللي كنفرد كيبقوهما هما ما كيزادوش وده بالمشكلة عندي هما ثمن نتم موقاش كالجيني مقالت أوليك كسب الشي لاربع شهور خمس فرعة كالجيني وانا بغيتش وصفة اللي يجازك بيخارة دكتور باش نجاعدهم نعم ما خليت ما درف ما شحانتي مزوجة دابا عندي دبارة بسنين نعم شحرف لعمر ديالك ابتسام عندي خمسة وعشرين عام نعم نعم وضح سؤال دي لبتسام ودبالله يجازك باخر لما ممكن تطعني شيء إليه عتبقي معانا في الاستماع بكم السلام ورحمة الله بارغ سي هودا سي جميلة الدكتور محبا كل شي بخير الحمدلله شكرا سناء عرفك بغان تقولك لا ودخلتي صغير عنده ثلاث سنين ومازال ما كيهضرش نعم ثلاثة سنوات فش دوزت لأم دياله وقال لطبيب اللي عنده اللي عنده اللي اللي مني يا كتسمع ولي صري ما كتسمعش نعم مهم ونبغان شوفه شكي نشعي لجحت هي دبا ما كينت هنا يا كينا برا في البحري وبس قلنا اللي عرا كين لح الدكتور مزيان وهدي كنت نطوع عليه في راديو قت لنا سؤوله ايطاليا اللي تكلمت على انا عندها الكوليستيغول اللي عبرات القاتل 242 تكلمت كذلك على انها كانت قبل هذا كانت تاخد الكحول الحالية توقفات الحمد لله ولكن تكلمت على الالاجات ديالها قلت في ايطاليا قالوا لها خسك تاخد الحمد ثلاثة المرات في الأسبوع والصح او لا لا وشنو العلاجات اللي تقدر فينا كل اخطأ فادحة مع كسف هو الصواب ان تاخد زيت زيتون على الريق وهذا من الاسياد اللي غادي ساعدها باش انها تخلص من الكوليستيغول العلما انها تكون لحالة الكابيد ضعيفة اخصد لو تدلها مراقبة تعود تشوفنا تحاليد الكابيد لتنزمين ذلك الانظيمات تشوفهم لك ديرين هذي مرحلة اولية اذا تاخد زيت زيتون على الريق مر خمسة تسباح ساعتين ونص لتسوعة متى كل الولو ثانية تاخد حسوات شعير مع التوم وزيت العود وتميرات تاخده مع ذلك تسع تسباح مزيلا؟ نعم ما تفترش اي حاجة اخرى الا هذا الخير هذا نجوش لا تزلي فات ماشي مشكل وتاخد لك تعشابهم نفس الشيء وتاخده العصائي الخرشوه في خزوه في جل ومغلاد القوق ثالثة عنده الطاجين دير الحوت مع الغداء وهذا تستعملو تلت شهور متابعة نعم وعالاساس تاخد عصيد البصلة مع العشاد سبح وعصيد البصلة مع ربعه العشية وعصيد البصلة ميجي تناس مع الحصيد الحرة الزكم ثلاثة شهور سوف يستغل ولكن المفاجأة سوف يسفل وجهها والخطر سوف يرتاح سورة الإسامة تعيش في الوجود الكحول سوف تصفل الكيلة سوف تصفل الكيلة سوف تصفل المرارة وان شاء الله سوف يحفظك ويكون معك ورمض المبارك ان شاء الله ننتقل السؤال للدريس في عمره 62 سنة يعني من ترد المستمر على المرحاد ومشكلة في النبولة فبغي يعرف واش المعدنوس كيف يصلح في مثل هذه الحالات مهم جدا غياخد كسك بعد المنغلي إذا في جمع القادة المعدنوس يتحنو مع آخر التفاح وياخدو سبعات المرات في النهار ونباتي 100% ويحصل العصائي اللي ياخد هو الليمون العصير مع التوم والمعدنوس ويخزو الفجل وياخد تفاع عصير مع البربا والمعدنوس هادو مهم لهم جدا سوف ياخد كسك بيد المامغلي تقربة ١٠٠ كرام ويقوموا مع القادة المعدنوس ويطحنوهم في الميكسر مع خل تفاح وياخدو سبعات المرات في النهار ويخزو الفجل مع الليمون التوم والمعدنوس أو البربا تفاح المعدنوس عدة مرات لمدة ثلث شهر سيحصل بحض الفرق كبير جدا وواضح ومشي السؤال كدلك فاتمة من الناس اللي تكلمت على الوصفة المعدنوس بالنسبة للركبة تكلمت أن الأم ديلا عملتها وعملت غيجوشت المرات يعني ما كملتش إليها من نجات عن الطبيب بقتلها عند كلمة في الركبة وش كير طيبة أولا المعدنوس مدقوك سيحصل مع شوية التوم سبعات الحبات المسلوقين ومشيك بيت ثلاثة مرات لمدة ثلاث شهر السيد عنده أخذ لمدة ثلاث أسابيع بدأت يرتاح ولكن ثلاثة مرات في النهار ممزين؟ لمدة ثلاث أسابيع بدأت يرتاح من الأخذ ومشيك بمهدد بعملية أو لا عاونها بقرس نحل الحجامة لمدة ست أشهر سنضروا كنتخل بدأت تحسن أولى تشهر ثلاثة 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 إلى تحسنها بثلاثة أربعين فلمية إنجاز هائل عندنا بمنا في سنتين عندنا سليس من تسع شهر بدنا نركبها جديدة ولكن إلى أكل واحد جديده ولا بد من لا ساعات لكي نحن ندور لدك الماء إذا نخدمها فيها ثلاث مرات في اليوم اللي بيخد معد نص كينجبير والتمسوق لمدة ثلاث أسباع الأولى نكمل ثلاث شهر ونديره غاديو نكمل ثلاث شهر وندير راديو مرة ثانية سؤال ثاني ديال هات كلمات وش كين علاج العصب البصاري التهاب العصب البصاري تيجي من خلال إما دي مالا ديو طويمين واخا لتي سبب يمبرد دو ميالين دك دو ميالين تبدو ديتاش بلانشد لعلاء فهلا بد أنه خصو علاج ياخد سنتين سنتين ونسب لساعة نحل أساسية بقماء بص العسل مهم من تسع مرات في اليوم وتقتيرات البصراء العيني وطاجين ديال حوت وتنديلوا مراقبة كل ثلاث أشهر عن الطبيب الاختصاصي باش يعطينا خبار يعطينا توجيه ويعطينا كيف يخصنا نسيرو العمل نواضح انتقلوا لسؤال ديال السنة السؤال اللي كيخص ابن الأخت ديالها او لابن خالتها أنه ثلاثة ديال السنوات ما كيهضرش كتقول أن دارو للتشخيص قال لهم الطبيب أنه عنده الأذن اليوم ما كيسمع بيها ولكن المشكلة عنده في الأذن اليوسرى ما كيسمعش بيها فهو الحد الآن بقي ما كيتكلمش الوصفة اللي عطينا وعطت نتائج دولية واتباك للناس يديروا ججلة ساعات في الأذن جاية للحياة وبصلا مشوية فق الأذن ثلاثة المرات والتاجين للحوت والخضراء طبيعية والنباتية مية في المية ويتناعني يخد البلدي التاجين للحوت والخضر كتير ما طيبينش ثلاث أشهر أولى الناس كتير بدو تينطقوا واتباك للنطقوا معكم في الإدعاء في هذه الإدعاء الطيبة شادة ومنها نور عند 11 سنة ومنها بنيتا فاطم الزراكة عندها 9 سنوات وهذا كله من نجاحات خارقة متميزة كذلك إذا الفلات بعد الوصفات تكون نتائج مباركة ولا بدا يتبع ويدلنا دي كنتخول ويعطينا خبار على حالة جيل كلامة أخرى معنا محجوبة صبح النور محجوبة آلو واحد خير صيح صبح النور تفضلي محجوبة قد مع الدكتور الله يخليك مرحبا رح كيسمعليك الدكتور أه قدرني المعداء بزاف نعم كتنفخ لقي المعداء وكتنفخ لقي المسران في درجة ما تنقداش نتنفس وتتبح لك تكرزي هالينديان ماذا عندك من عام الحاجة؟ عندي خمسين عام ماذا عندك هال المشكلة ولا عاد جديد؟ لا من مدة من تاسر عام ولا أكثر ويا في الحسابات الألم وده بزاد علي رجاجة ماذا غير في الليل ولا في النهار؟ نعم ماذا غير في الليل؟ من تجيد ناس ولا على طول النهار؟ ماذا ماكلة يتديلك هال المشكلة؟ شنو الأكل اللي تيه اللي يدلك المشكل؟ شنو الماكلة اللي تدلك هال المشكل؟ كل شي كدرني فيها أي حاجة أكلتها انت يا رمضان غير يدوز عندك سهل إن شاء الله ما هل تأكل ولو إلا إلا صمت كتكاز عيّة بزاف درجة نتقضاش نتنفسك يعني سواكلات وماكلات عندها مشكل عندي المعدة؟ لماذا ما مشيتيش عن الطبيب تدير واحد الفحص؟ نحجوه باش في الطبيب ولا مشيتي لا لكن ما كافيش لا بدك تقول له خصات باش لا بدك يشوف لك الجهاز الهضمين مع ايدا ديالك والمصير نات وما تخليش الأمور هكذا قدر يكون مشكل عصبي قدر يكون مشكل عضوي قال لي عنديك لنعدة ما كتهدمش لش كتك تديرك بزاف كتك قدر ينعطيك واحد البرنامج يكون فائد ان شاء الله تبقى معنا محجوبة باش نجاوبوك ونعاونوك من خلال أستاذ الباحث كريم عبيد العلاوي السادية من الدربيدة صباح الخير صباح النورة جميلة صباح النورة جميلة صباح النورة صباح النورة مرحبا انا بالنسبة عندي كورة كنت حيتهم في الفين وسبعة وعودوا رجعوا لي ادابة شا عندك من عام؟ عندي خمصة ربعين بقم نزوجة عندي كورة في الوالدة عندي ثلاثة ايه كنت حيت ثلاثة في الفين وسبعة وعودوا رجعوا لي ادابة نعم وتبعت هديك الوصفة دي المعدنوس وكرافص و البرو منين جاتني الدورة قطعتهم ومتنسوا الدكتور يعطيني غير جعلهم ارا مهمين انا غير نعطيك نصائح خلين تقدم بع الاعتبار نعم ناخدهم مع الفجر وفي النسبة عندي والدخوية كبير بقي كيبول ودو وزنالي عندو سبعتاشر عام نعم ومعرفنش ضقي لحدي الان ما خلينا مدرنالي خيل ان شاء الله عندي سبعتاشر سنة اه سبعتاشر سنة خيل واضح سؤال مش كورة سادية من الدر نعم 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 عندي واحدة فيها 4 وعدي واحدة فيها 3 وعدي واحدة فيها جوج خيل ان شاء الله خيل ان شاء الله خيالك نعم ما دون هندي فيها الحجرت خيالك شوية مشي في هذه المظره لكن اننا كذلك أنا مشي شي عادة قرغ ما نفهم شواش اذا عندي لحجر فمرة أراسي الحسينياك يترضي يكون عندي عندنا شي حل فا شي دوع تابيعي ولا امم عدنا الناس براو بإذن الله ولكنت نسوي اجتهد معك واذي براو الناسреا عدى العطيهولك نصائح هيبقى معنا فإن في الاستماع ماذا عندك من عمل حج؟ هذه تقريبا 52 سنة إن شاء الله مازال صغير إن شاء الله ماشي عشي عندي مره مدام ديالك المدام ديالك وهذا بروغتينة ستعود السؤال من الأول المدام ديالك عمل حجر في مره راسي ماشي عنا ماشي عشي عندي مره مدام ديالك 40 سنة شكرا الحسن على التواصل شكرا كل مستمعين لك يتواصلوا معنا كنرغم بدواء الإجابة على الأسئلة بدواء من عن سنة اللي كتقول أن لا ماشي سنة إذن السادية لا محجوبة اللي كتدر هالمعدة نفس سؤال اللي جوب سولتنا مستمعة في بداية الحلقة عند هالمعدة المنفوخة وحتى المصران كتقول أنه كيقولوا لها الأخي السائين غير عندها صعوبة في الهضم أول شيء اللي خسنة تمو به هو المام غلي هناخدو إترو مع العشرة إترو مع الرباع إترو مع تسعود اللي ضروري ومؤكد هداش تدير مثل غلي الماء تجري على الأحمد ويجري على الانتفاخات كاملة ولكن خدمة دي تلت شهر ثانية الأكل ديالك عاصر ستغلي الماء مع العسل وممكن تدير معه أربع معلقة صغيرة ديال الزعتة اللي تصفيها عدد العسل غادي إيا ماكلتك تعد المرات في النهار ثلاثة الأسابيع قبل رمضان ضروري هادي لست تعطي الدين لساعة ناحل حول الصورة خمسة ثلاثة بعد النحلات يوميا مزيان ومن كراش تعيتنا الأسبوع المقبل ذو قليكي غادي البرنامج إلا مشي تتبعتي البرنامج مزيان غادي نساعدك دوز رمضان في القيمة إن شاء الله إن شاء الله نساعدك دوز رمضان في القيمة ومشي تتبعها من دبا ممتاز مشو السؤال دي البتيسام بوزني قلت كلمات عند تكيوس ديال ما بيد قالتك البوائضات نتاوها ما كيكبروش دورة كذلك شهرية ديالة غير منتظمة خمسة وعشرين سانة أربع سنين ويمزوجة لشنون قدرون جابوا بتيسام بحالها عند 24 سنة تبعت شهرين جابوا الله بتيسام حملات ممزيان إذا فضروري ما ناخده كسك بيت الممغلي كسك بيت الممغلي عصير البصر معلقة كبيرة معلقة كبيرة في 70 جرام غداء ملكات في كل كيلو إذا تغمس كيلو في 70 جرام غداء ملكات ناخده من الممغلي معلقة تسعة مرات في اليوم ممنوع الحيواني خضر فوكي كثير عصائر فوكي خضر تبعهم واحد تلت شهر بإذن الله لا يمكن أن ترجع ولكن الله رحمه ذلك بوروكرافز مع الدنس ضروري ستأخذ الطيب ليا لشو الكرم أو الملفوف طيب ليا الصوبة مع البوروكرافز مع الدنس والتومة وزيت العود اخذوا لي مع الغداء مع شو ديلة تميرات بالطبع ستأخذوه مع داك تسعود الليل واخدوا لي مع داك العشرة والشربة تسعود المرات دينهم لي مدة ثلاث أشهر وعطيني خبار مع رمضان الدعاء والاستغفار ربي ان شاء الله يرفع عليك الحرج سؤال يالحسن كي خص الزوجة ليا لولي عند الحجر في المرارة سن ديالها 44 سنة الحجر في المرارة طريقة جميلة ونجحات وعطت نتائج هائلة هي تأخذ ثلاثة معلقة زيت الزيتون مرقد فيها شو ديلة تمامة مئة غرام في إترو تأخذ ثلاثة معلقات وثلاثة معلقة عصير بصر تخلطهم تأخذهم مع خمسة سبعة ثلاثة سبعة قبل الأكل وتأخذهم مع أربعة للأشياء وتأخذهم مع داك جوية تسعود للي قلنات ناس يدين قبلناك ساعتين ثلاثة تسواية وتأخذ العصائد الفواكه والخضر كلهم خذوا وفجر الخرشوف و ديما ننصح الناس اللي داروا العملية على المرارة ديما يغليوا القوق ويشربوه علاش تيحمي شام واحدة العملية على المرارة ودرتوا مشاكي تلعت السفورية والبونكريتي تتقاس لكن هذا ما بعد العملية قبل وما بعد العملية وصلتوا بعد العملية لكتاب عليه ودار العملية مغلال قوق هائل جداً وهذه من الوصفات القديمة للناس تتجدد مع عالم بن السيناء والفرابين لماذا سنرجعون المؤلفات ديالهم ونزيدون نستشفوه ونخلو النجاحات اللي كانت عندهم إذن هذا أسلوب وحاجة أخرى يبدأ لي هذا أسلوب هذا واحد تقومه ثلاث شهر ويدي لي واحد صورة على الكرش دياله نشوفه المرارة دايرة إن شاء الله بشفاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً